منافذ العراق الحدودية خارج سيطرة السلطات الحكومية فالوقائع والأرقام تؤكداني أن الأحزاب الحاكمة بميليشياتها المسلحة تتخذ اليوم من المنافذ الحدودية مصدرا للتربح تقرير جديد مشترك لديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة سلم لحكومة عادل عبد المهدي جاء في فحواه بحسب ما نقله مسؤولون حكوميون أن العراق يتكبد خسائر مالية تقدر بمليارات الدنانير نتيجة الفساد في المنافذ الحدودية التقرير أشار إلى أن ميليشيا مسلحة تابعة لأحزاب متنفذة متورطة في هدر أموال طائلة كانت ستذهب لخزينة الدولة مسؤولون سابقون بهيئة المنافذ الحدودية أكدوا أن متوسط إرادات العراق من منافذه يصل إلى ثلاثة مليارات دولار سنويا لكن ما يصل إلى خزينة الدولة لم يتعد سبعمائة مليون دولار فقط ولأن العراق بلد المحاصصات السياسية والطائفية فإن منافذه ليست مستثناتاً من هذا النظام إذ تتقاسم الأحزاب الأدوار بكيفية إدارة هذه المنافذ فمنها من يمسك زمام تهريب وبيع النفط إلى الخارج وأخرى مسؤولة عن تسهيل تهريب المخدرات من إيران ونشاطات تتعلق بالحصول على أتاوات من تجار المواد الغذائية واحتكار تلك المنتجات وطرق توزيعها في المحافظات الجنوبية بحسب مسؤولين حكوميين لا يختلف الأمر كثيراً في المنافذ الحدودية الشمالية بكردستان إذا تقاسم السيطرة عليها الحزبان الحاكمان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وبحسب تقديرات أصدرتها اللجنة المالية في البرلمان فإن حجم خسائر العراق جراء الفساد في السنوات الـ 12 الماضية بلغ نحو 450 مليار دولار معظم تلك الخسائر حدثت خلال فترة حكومتين نور المالك الأولى والثانية العراق صاحب المنافذ العشرين مع كل من إيران وتركيا والكويت والأردن إضافة إلى منفذه البحري على مياه الخليج العربي في البصر يتعرض لأكبر عملية سرقة وهدر مالي في إيراداته منذ عام 2003 إلا أن الجهات الرقابية في العراق لم تكشف للعلن عن حجم الأموال المهدرة ولا الجهات المتورطة في ذلك